نفذت ميليشي الحوثي الإرهابية عملية سطو جديد على مساحة من الأرض الملحقة بجامع الصالح في العاصمة المختطفة صنعاء وقالت مصادر محلية إن ميليشي الحوثي اقتطعت أرضا تابعة لجامع الصالح بهدف استثمارها لأغراض تجارية لمصلحة أحد قياداتها المتنفذين وكانت ميليشي الحوثي قد سطت في أوقات سابقة على أراضي شاسعة تابعة لحرم الجامع الذي يعد الأكبر في البلاد وحولت بعضها إلى حجز للسيارات والمركبات